لم يكن تطهير بيحان مجرد تحرير فقط بل خسارة جبهة كاملة من أيدي ميليشيا الحوثي والتي مثلت صفعة أخرى وخسارة كبيرة للميليشيا بعد تحرير الخوخة بمحافظة الحديدة التمثل بيحان أحد أهم ممرات الإمدادات العسكرية للميليشيا وأحد قواعدهم التي ينصبون عليها منصات الصواريخ بيحان لها أهمية كبيرة تربط ثلاث محافظات معرب والبيضاء وشبوة وخسارة تحرير الحوثي كانت خسارة كبيرة كانت ضربة قاسمة عليه وكانت بيحان تمثل للعدو أهمية استراتيجية من حيث الموقع ومن حيث المدد كانت تمده عبر منافذ البحر بالأسلحة والذخائر وكل شيء كانت تعتبر طريق إمداد العملية العسكرية التي قادها قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح بمشاركة كتائب الحزم واللواء التاسع عشر واللواء الواحد والعشرون وكتائب المقاومة كانت من أنجح العمليات العسكرية في تحقيق الأهداف وسرعة الوقت والتي استطاعوا من خلالها قطع الخط الإمدادات الرابط بين البيضاء وجبهة الميليشيا بوسط بيحان حيث أصبحت مواقعه محاصرة تماما من كل الجهات فيما تراجعت الأخرى باتجاه عقبة القنذع باتجاه محافظة البيضاء بالنسبة للخسار الحوثية كما شاهدتم الأطقمهم مع العربات والذي تم تدميرها من قبل طيران التحالف العربي وضربات المدفعية للأبطال المدفعية في اللواء عشرين فبالنسبة للحوثة هم هربوا عبر القبال الذي ترونها في الخلف فهربت قيادات كثيرة منها فمنهم من أسر يوم أمس في الاتجاه القبلي للمنطقة الصفراء ومنهم من راح في دنبة فقتل فهو موجود إلى اليوم في قمم الجبال ثلاثة أعوام وبيحان تأن تحت سيطرة الميليشيا خلفت العشرات من الضحايا المدنيين بسبب مقضوفات الحوثية ومئات الألقام التي زرعها مقاتل الحوثي ولا تزال إلى اليوم تحصد الأبرياء في الأماكن والطرقات العامة بتحرير منطقة الصفراء التي تعتبر آخر معاقل ميليشيا الحوثي بمديرية عسيلان يفتح الخط الرابط بين مارب وعاصمة محافظة شبوه عتق لأول مرة منذ ثلاث سنوات وبالتالي فإن قوات الجيش الوطنية تلتحم في هذه الجبهة وتنتقل المعركة إلى وادي خير المؤدي إلى عقبة القنذع باتجاه محافظة البيضاء ذياب الشاطر يامل شباب بيحان